كَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ شِتُّرْ بِأَعْظُمُهُ صَلِّ يَا رَبِّي وَسَلِّمْ بِالْغَدَاتِ وَالْأَصِيلِ صَلِّ يَا رَبِّي عَلَى مَنْ هَدْهُ أَهْدَى سَبِيلِ وَمْدَحِي حُبًّا وَشَوْقًا صَحِبَ الْجَفْلِ الْكَرِيلِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحي المشاهدين والمستمعين جميعا المشاهدات والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه تحية من الله سبحانه وتعالى مباركة وهي تحية أمن وإيمان وسلم وسلام وهي تحية سكان الجنان يوم يلقون ربهم سلام مما يروى أيضا عن هذه العوالم التي كانت منها ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما كانت تستأذن الله سبحانه وتعالى في التسليم عليه ومنها من لم يتكلم ولكن تعمل حركات إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم فناتي إلى عالم البهايم كان عليه الصلاة والسلام يمشي مع بعض أصحابه في إحدى طرق مدينة الحبيب عليه الصلاة والسلام وإلا بمستان ترعى فيه أغنام فعندما حست هذه الأغنام أن بالنبي صلى الله عليه وسلم تركت مرعاها وأتت وكأن مدربا يصفها فاصطفت أمام الحبيب عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأها تقدم إليه وقف وبالتالي سجدت هذه الأغنام للحبيب عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين كانوا يرافقون الحبيب عليه الصلاة والسلام بكوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يبكيكم قالوا يا رسول الله إن الشجرة والحجرة والدواب تسجد لك ألا نسجد لك نحن نحق بالسجود لك يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام لا يسجد إنسان لإنسان ولو أن إنسانا يسجد لإنسان لأمرت الزوجة أي المرأة أن تسجد لزوجها أو لبعليها وهنا أيضا نذكر الجميع بحق الزوج مع زوجته أو بحق الزوج على زوجته وطبعا للزوجين حقوق لكن هنا ذكر الحديث طبعا أن المرأة لا بد أن تفعل أفاعيل دون السجود للزوج فهذه المرأة لو أطاعت بعلها ينطبق عليها الحديث المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وزكت مالها أي إن كانت عليها زكاة وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي باب من أبوابها الثمانية وهذه مرتبة سامقة مرتبة عظيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضاً الله تعالى عليه عندما كان يحدث إن للجنة ثمانية أبواب وأنه من كان مكثراً من الصلاة يدخل من باب الصلاة ومن كان مكثراً من الصيام يدخل من باب الريان إلى آخره قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ومن كان مكثراً من هذه الأعمال فمن أي باب يدخل قال يا أبا بكر يدخل من أي باب يشاء يخير الملائكة تخيره وأنت منهم يا أبا بكر سيدي أبو بكر الصديق هو الذي يحذو حذو النعل بالنعل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته